السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم اسلام همام من اكاديمية سيودنت غايد. طبعا مش اقول للمهندس المرة دي عشان احنا مش جايين نشرح علم. احنا اه نتعلم بس هنتعلم ازاي نلعب. فتعالوا مع بعض النهاردة اعلمكم ازاي نلعب دمنا للمبتلقين خالص. وبحس ان احنا ان شاء الله نكسب والنافس يعني ناس كويسة كمان في الدمنا بقالها سنين بتدعبه. اول حاجة احنا عايزين نعرف الدمنا دي بتتكون من ايه? هي بتتكون من تمانية وعشرين ورقة طبعا هوات سبعة فوق وهنا اربعة يعني تمانية وعشين ي derivate 28. الطيب. التمانية وعشرين ورقة دول هم عبارة عن الاتل. انا عندي من كل رقم من الفاضي للستة في سبع ورقات يعني كل رقم في منه سبعة. يعني مثلا دي الفاضي عندي وفيه منها سبعة طبعا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. دي بتتقل عليها بلاط. ايا يكون من المسميات احنا مش جايين نقول المسميات. احنا جايين نعرف ازاي نعم. طيب الواحد مسا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طيب فين السبعة بتاع توضيي هنا اتنين تえば ön هيا. لا السبعة ايه? مع الفاضي. طيب اتنين ادي بدقى من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبعد كده ادخث على التالية يعني خمسة بس. لا في سبعة. فين السبعة والسبعة اهي؟ الاتنين نجي مع الواحد. ودي السبعة اللي اتنين نجي مع البلطة. وهكذا التلاتة هتلاقي فيه منها اربعة واحدة مع الاتنين واحدة مع الواحد واحدة مع البلطة اذا نيبه سبعة. والخمسة هيبه سبعة والاربعة سبعة والستة سبعة. بصوا كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنلعب على الحاجة اللي احتمالية وجودها مع الخصم اقل. يعني احنا عاوزين نقفل عليه. نخليه يشوف الورق اللي قدامه ما فيهوش حاجة اه هو يمتلكها. ففي الحالة ديت هيسحب من الورق اللي برا. فهنزود الورق اللي معاه. ففي الحالة دي احتمالية خسارته هتبه اكبر. فكل اللي احنا نعمله ايه? ان احنا نحط له ورق محتمل او احتمال اكبر ان هو ما يكونش معاه هذا الورق. طب هنعرف الكلام ده ازاي? الكلام ده بكل سهولة يتنفذ عن طريق الاتي. انا لو عندي سبع ورقات. في منهم اربعة معي. اذا احتمال ان الشخص اللي قدامي يبقى معه كم? اخو يبقى معه كم? تلاتة. طيب لو في ورقة مسلا ما عايش منها ولا واحد. يبقى الشخص يقدام يمكن يبقى معه منها كم? يمكن يبقى معه منه سبعة. فازن احتمالية ان هو يبقى معه سبعة اكبر من انه يبقى معه تلاتة. ازن ان هلعب على الورقة اللي هو ممكن يبقى معه منها تلاتة. او اللي يبقى معه منها ايه? اقل رقم ممكن. تعالوا نشوف مع بعض احنا نلعب فورة كاملة من خمسين. اه هنشوف من خلالها الطريقة ديت. وهنكسب برضو ان شاء الله فيها دلوقتي. بنفس الطريقة ديت كل الفورة. طبعا الفورة هتبقى فيها كزا دور اربعة دوار. هنكسب كزا دور وهنخسر في دور وفي الاخر هنكسب بفرق سكور كبير يعني. فبنفس الطريقة دي. فاحنا هنشوف مع بعض اه كزا دور كده ندرب نفسنا. اول حاجة. عشان نبدأ نلعب احنا بنحط الورقة اللي تبقى متشابهة. يعني بيبقى الشقين بتوعها متشابهين. ويبقوا اكبر ما يمكن. يعني لو عندي ستة وستة هحطها مش هحط خمسة والخمسة. تمام? فانا هحط الخمسة والخمسة. دي غزب عني في الاول. لكن اه مش مش باختياري يعني. لازم انت تختاري ورقة اللي انت معاك اكبر ما يمكن منها والشقين زي بعض. بعد كده انت بتشوف اكتر رقم انت معاك منه ورق وتلعب عليه. فانا هنا مسلا انا هحط الخمسة لانه هي اكبر حاجة معي. طيب انا معايا كم خمسة? واحد اتنين. تلاتة. معايا تلات خمسات. والاربعة معايا اتنين. طيب الاتنين معايا اتنين منهم. طيب الواحد معايا اتنين برضو. طيب الستة معايا اتنين. يبقى ازا انا الخمسات اكتر حاجة معايا. يبقى انا هلعب على الخمسات. خلاص نلعب الخمسات. هنحط الخمسة في الاول. هو هيلعب خمسة. انا مدام معايا خمسات اهم الاحتمال الاكبر ان هو يبقى معاه اقل من الخمسات. كده بقى فيه اربع خمسات قدامي. واحد اتنين تلاتة اربعة. ازن احتمال قليل جدا ان هو يبقى معاه خمسات. قليل جدا. لكن انه يبقى معه مسلا رقم زي الوحيد. انا معي اتنين منها بcus. لا ممكن يبقى معه واحد. احتمال كبير. لكن الخمسات احتمال صغير قوي. فانا في الحالة دي هعمل ايه? هلعب على الخمسة? طيب انا في خمسة هنا وفيه هنا خمسة وتلاتة. انا معي خمسة ومعي كزا ورقة ممكن احطها لهم التلاتة دول. احط اني واحدة فيهم. احط الخمسة ديت هنا. لا. اوعى تلعب الناحية اللي انت هتلعب على جراء ورقة بتاعها. انت بتلعب على الخمسات يبقى انت هتقفل عليه بالخمسات. فانت هتلعب الناحية التانية. هتسيب الخمسات دي فقط آآ مفتوحة دايما. عشان هو اللي تقفل عليه بيها لانه هو ما عروش خمسات انت معاك. فانت هتسيب الخمسات المفتوحة وتلعب على الناحية التانية اللي ممكن تبقى معاها. هي التلاتات واي رقم تاني. الخمسات هي ايه? اللي مش هتبقى معا. فاذا هنجعب الناحية دي احط التلاتة والستة مسلا. هو لعب ستة واربعة. نحط له هنا اربعة تاني. طيب نحط اني اربعة فيهم. كان معايا اربعة واتنين. بصوا كده. ومعايا اربعة وفاضي. ليه حطيت الاربعة واتنين. عشان معايا اتنين تانية. عشان في حالة ان هو اقفل الناحية ديت. وانا عايز العب ورق. الاقي ورقة احطها. لكن لو هو اقفل الناحية دي وانا حطيت الاربعة والفاضي. هلاقي هنا في فاضي. وانا معايش فاضي. بايه هيحصل? هسحب. فلا انا العب الحاجة. اه العب الناحية ديت. وخاريني اه موقف الناحية ديت. عشان انا ايه? عايز اقفلها له على الخمسات. ولكن الناحية دي برضو العب بزكاء. اللي انا ممكن احط بعدها ورقة كمان. زي الاتنين كده. طيب هنشوف هو يلعب ايه? اه بعد ما انا لعب تلو اربعة واتنين. هو لعب اتنين واتنين. احط له اتنين وواحد. مفيش مشكلة. خليني انا لعب الناحية دي اغيط ما اقفلها له بالخمسة. هيحط هو واحد واحد. خلاص شكرا. انا احط له بقى واحد وخمسة. واقفلها. طبعا ايه واحد تحط الخمسة هنا? تبقى انت عفلت على الواحد. لا اما ممكن يبقى معه واحد. اما انت بتحط الناحية دي عشان انت متأكد ان هو معهوش خمسة. لانه عمال يلعب على الناحية دي اولا ومش عايز يلعب. مش عارف اصلا ليه لعب على الناحية دي. زائد ان فيه خمسات كتيرة على الارض معك. واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي احتمال كبير ان هو ما يبقاش معه الخمسة. فانت احطط له الخمسة كده في الاغلى بقى يسحب. اه سحب. سحب ورق. التانية. التالتة. الرابعة. يعني الخمسة. سحب شوية ورق بقى مع عشر ورقات. طيب كويس جدا. هحط له بقى هنا اه طبعا دي حركة مش زكية مني. المفروض هو معهوش خمسات. انا ما ينفعش هلعب خمسة وستة هنا. ليه? لان انا عارف ان هو متأكد ان هو معهوش خمسات. فخلاص كنت لعب الفاضن اهو. والضغير بعد وقم لعب له هنا لان هو كده كده مش هيلعب على الناحية دي. لان هو معهوش. فانا لعبت الخمسة وستة ده غلط جد. مفروض كنت اعمل العكس. بس هو اه الحظ هيسعفني في الحالة ديت. وهكسب الدور عادي. هو لعب هنا قفل لي على البلاطات. كان بيحسب ان انا معيش بلاطات. وانت انا قافل عليه. وخلاص خلصت اللعبة. وكسبت سبعة وتلاتين بوينت. طيب طبعا الفورة من خمسين. انا معاهي دلوقت سبعة وتلاتين من خمسين. طيب هو مع صفر. هنخش على الدور اللي بعده. طيب هو حطيلي الستات انا معيش كده من اولها. هسحب بقى شوية. من غير ما لاقي الستات. واشوف انا هلعب على ايه. طيب سحبت اول ورقة رأيتها خمسة وستة. طيب هلعب على ايه? انا معي من الاربعات تلاتة. ومن الوحي التلاتة. ومن التلاتات تلاتة. ممكن نلعب على ايه واحدة فيهم. آآ فممكن نلعب على التلاتات او الاربعات او الوحي. فتعالوا نشوف آآ الدنيا تمشي ازاي? ونحن هنرعب بناء على الدنيا خلاص الدنيا تمشي كده مع الاربعة يبقى احنا نلعب على الاربع. حطينا الاربع عشان نبدأ نلعب على الاربع. ماشي. ده افلت معان. لان هو حطينا الاربع كمان فهنتطر ان احنا نحط اربعة هنا. فكده هنقفل اللعبة بتاعت الاربع اللي احنا كنا عاوزين نرعب عليها ونقفل عليه. فكده خلاص هنحط اربعة واحد ونلعب على الوحيد. لان احنا معانا تلات وحيد برضو. حطينا اربعة واحد. ونشوف هو يلعب ايه. اه قفل علينا هو بالستة. نفس الاسلوب بتاعنا. فمش مشكلة خالينا نرعب معاه بالاسلوب ده. حطينا اه جاينا ستة اول بعد مسحبنا. حطينا ستة واتنين. طيب اه هو كده حط الواحد. جات لنا من السماء نرعب على الوحيد. لان احنا معانا وحيد كتير. فحطينا له ايه? واحد وواحد. ليه ما حطتش واحد وتلاتة ولا واحد وخمسة. لان كده مش هابقى بالعب على الوحيد بواسط اللعبة. انا عايز اخلي الوحيد دايما مفتوحة كده عشان اقفله الناحية التانية يا وحيد يا كمان. فحطه له واحد ووحيد هنا والعب على الناحية دي. هو في الاغلب هيلعب الناحية دي عشان هو معهوش وحيد. لان فيه كم واحد على الارض واحد اتنين? تلاتة اربعة. ومعاي كم واحد اتنين. يبب اربعة واتنين ستة. الستة يبب افضل واحد بس في الورق كله. الواحد ده يقيمة في الاتنين دول يقيمة في التسعة دي. في الاغلب يقيمة في التسعة. فانت احتمال ان هو يبب معه واحد قليل جدا. فعشان كده بنلعب على الوحيد. فهو في الاغلب هيلعب الناحية دي لو معهوش واحد. هو في الاغلب معهوش. بالفعل هو معهوش واحد ولا ستة. فقام ساحب ورقة. وقام لاعب طلعت معه ستة حطها هنا. نلعب آآ على الناحية دي تلاتة وواحد بقى. نقفل هله واحد تاني هيسحب تاني. سحب تاني. حلو حلو. حلو. لعب هنا فاضي. العب له فاضي وفاضي بقى او اي حاجة عادي او فاضي واتنين مش مشكلة. احنا رسا بنلعب على الوحيد. تمام? عايزين نقفل هله تاني عشان يسحب الاربعة دور. طيب هو جايب تلاتة نحط له اي تلاتة منهم. ممكن نحط تلاتة واربعة. او تلاتة واتنين عادي. طيب اوكي هو. معهوش الاربعة ولا الواحد كويس. هيحط اتنين. حط له اتنين وفاضي. او او اتنين وتلاتة ما ما فيش مشكلة اي حاجة. ماشي. وهو هيلعب. تلاتة وتلاتة. اه كده معايش بقى. معايش غير الواحد والخمسة. فهضطر ان انا ابوز اللعبة اللي انا كنت بقى لعب عليها اللي هي الواحد. واحط الواحد والخمسة لان معايش غيرها. فخلاص هلعبها وخلاص. فهنا لعبتها وخلاص. هو طبعا ما صدق وام لعب الناحية دي على طول لانه كان واقف ما بيعابش الناحية دي اكمل انها كانت اه معهوش منها. فدلوقتي لعب خمسة اطلع معاي خمسة حطيتها وهنشوف هو هيلعب ايه? اه حطي الخمسة وخمسة اقفلها لي. فانا اه هشوف هسحب سحبت اربعة. اه او اهو حطي خمسة وخمسة وخمسة هنا ما كنتش معايا فحطيت الاربعة بعد ما سحبت. هو حط اتنين معايا الاتنين خلاص كده كسبته تاني. كسبت اربعة بيونت المرات دي فبقيت واحد واربعين. من سبعة وتغاتين بقيت واحد واربعين. نيجي نلعب الدور اللي بعده هو اللي بدأ. فاحنا هنشوف احنا معناشا اللي دي هنلعبها. طب معنا كانت اتنين اتنين بس. معنا تلات وحايد ممكن نلعب على الوحايد. وممكن نلعب اللي اربعات لا. هو الوحايد اللي جمعنا منها اكتر حاجة. ممكن نلعب عليها فهنحط اللي اربعة والواحد ونبدأ نلعب على الواحد. طيب هو اقفل الواحد كده بواز لللعبة. وهو وكان بيلعب على التلاتة اصلا وما كانش معايا تلاتات. هو بيستخدم نفس السوق بتاعنا. فمش مشكلة. احنا نسحب معانا لغاية ما نشوف هنعمل ايه. فسحبنا التلاتة والا اربعة. هنحطها في اي ناحية. لان الناحيتين تلاتات يعني مش هتفرق. اه حطلنا ستة. نحط ستة وايه? نحط ستة واحد لان احنا معنا وحايد اكتر ما يمكن. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة. وفي منها ستة سبعة. السبع وراءات معانا. فاحنا متوكدين ان هو معوش وحايد. فهنا بصوا كده بالحتة اللي فاتت. المفروض كنت انا احط ستة والواحد. لكن انا حطيت ستة وخمسة. ليه كنت احط ستة واحد عشان السبعة وحايد معي? لكن ستة وخمسة مش كل الخمسات معي. انا معي ستة خمسات تقريبا بس اهو واحد اه اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس خمسات. فللأسف انا كنت مفقود احط واحد. حطت الخمسة فكده اطلق بط. مش مشكلة. هيلعب هو على الخمسة. نحاول ان احنا نعوض نعوض ونعدل المشكلة دي في اللي جاي. اه حط تلاتة اقفلها عليها تاني. لو كنت حطيته واحد كنت انا زي ما انا انا مقفلها عليه دلوقتي. لقدت التلاتة والستة. كده في الاغلب هو يكسبني الفورة دي او الدور ده قصدي عشان اه العب بقى الوحيد بقى احط الواحد اه حطيت الواحد. هو يلعب الناحية دي على طول. لانه معهوش. معهوش الناحية دي كمان. طب كويس هلعب انا بقى بعد ما ياسحب كله اهو لاحSD الية طيب احط له اهي بقى احط واحد وواحد عشان ما ببوصي الواحيد يعني اوعى لو انا ما عليش الناحية ديت خلاص الناحية دي هحطوا واحد وواحد عشان ما بوصي اللاعب اللي انا بالعب علي طيب هو هنا يحط هنا لانه معهوش حيت. هيحط هنا ايه هيحط هنا ايه? حطه اتنين حط له اتنين وواحد عشان نقفل عليه. او حط اتنين وخمسة او مفهود اه نحط اتنين واحد عشان نقفل عليه ويسحب الاخيرة دي. اه حطيت اتنين وخمسة. غلطت تاني. فهو كده مش هيسحب لانه معه خمسات للاسر. فكده بوز للدنيا بقى. انا اللي هقوم وبوز الوحيد بتاعتي. عشان انا اتلغبطت هنا مفهود كنت احطت اتنين وواحد حطيت اتنين وخمسة. شوفوا الغلط بيعمل معي ايه? خلاني يبوز اللعبة اللي انا بلعب عليها اصلا من البداية. بدل ما خليه يسحب الورقة الاخيرة بوز انا اللعبة اللي انا بلعب عليها. وبقى ليه هو الافضلية مش انا. يبقى احنا مفهود نركز وكنت انا حط هنا اتنين وواحد اللي كانت معايا ده ايه? بدل اتنين وخمسة لانه هو معهش ولا واحد. السابع وحيد موجودين معايا وعالارض. فكده مفهوش ولا واحد تاني. فدي غلطة ده طبعا مرعبة. المفروض انت بتفكر ايه باسرع وقت ممكن في اللعبة. عشان كده. عشان بيبقى فيه وقت بيمشي معك. اه ولكن لو انت بتلعب على القهوة عادي هتفكر براحتك فاخد وقتك. مش قوي يعني بس ايه هي محتاجة نظرة سريعة. فكده خلاص هو لعب الخمسة وبوزنين لعبة الواحد. فاحنا كده بنحاول بقى نهرب بقى اي طريقة. نحط الاربعة والاربعة. طبعا لما يكون في حالة زي دي اه انا حطيت الاربعة وخمسة عشان اقفلها عليه من ناحيتين. طيب طبعا ما نشوف ايه غا يحصل هو معه خمسات. لا سحب. طيب احط الخمسة والخمسة. وكده قفلت على نفس انا كمان لاني معيش خمسات تاني ولا هو معه خمسات. فاذا هنشوف هنعد الورق اللي معنا. عدنا الورق لعيدة اتنين وعشرين وهو عشرين هو اللي كسب بالفرق الاتنين ده. فهو هيكسب اتنين. هيكسب اتنين بوينت. هو بالفعل كسب اتنين وانا جسم معي واحد واتمين زي ما انا. فضي اللي تسعة واكسب. والفورة الاخيرة. هلعب الاربعة معي كامل اربعة. معي تلات اربعات. ومعي تلاتين وتلات خمسات. يعني معي تلات اربعات وتلات خمسات يبقى ممكن نجعب على الاربعة. طيب خلص هنلعب على الاربعة. نحط هنا بقى ايه? تلاتة وخمسة او تلاتة واتنين. اه اي حاجة المهم ما نجعبش الناحية دي. عشان احنا نلعب على الاربعة دلوقتي. فما نشوف اللي هيحصل. اه حطينا هنا. هو لعب خمسة واتنين. طيب نحط له اتنين واربعة نهو. تمام? كده قفلنا عليه الاربعة. ساحة. ساحة بتالي. طيب هيلعب. لعب الناحية دي ست. اه معيش ست. خلص هلعب على الاربعة اللي معي الناحية دي وخلص. هلعب على الخمسة عايز اقفل له الناحية دي خمسة يا كمان. بالمرة بقى بمقلنا معي اهو محطيت هلون اهو. تمام? قفلت له الخمسة هل معي خمسات? اه معي خمسات. فحطت انا لمعيش تاني. فهقوم ساحب. ساحبت اول حاجة معي الاربعة. كويس. هو في الاغلب معهش اربعة لانه كان واقف عليها اصلا قبل كده. ساحب ساحب. كويس. هنحط له الاتنين. بعد كده اه ستة هو كده هو كده هيرعب اتنين ولا خمسة معاه. هلي اطرع معاه. مع اتنين لعبهم وانا معايا اتنين جعبتها. خلاص كسبت تلاتة وعشرين وهي اصلا فورة من خمسين. وانا عدتها كده. انا كده بقيت اه اربعة وستين. وهو اتنين زي ما هو. فكده كسبت الفورة. اه احنا بكده نكون اه عرفنا ازاي نلعب ولعبنا مع بعض فورة كاملة. بكل دوارها الدور الصعب بالسهل وكله عشان انت بعرفين ازاي نكسب الفورة وازاي نتجاوز الصعوب الصعوبات اللي هتحصل معنا والاخطاء اللي احنا نعملها احنا بنفسينا كمان. يعني مش مشكلة ان انت تخطأ المهم ان تتجاوز الخطأ ده وتحاول ان انت تعدي بعد كده. اه الطريقة دي فعالة جدا هتكسب بها ناس بقالهم سنين في اللعبة اصلا. اه لان انت بتلعب على مبدأ احصائي بسيط بس مبدأ ما بيخيبش. لان ما بيخيبش دايما. فا اه ارجو ان انا اكون افتتكم. شكرا ليكم والسلام عليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة. ومع السلام. موسيقى